المرحلة الخامسة من الطبعة الرابعة من رالي تحدي صحراء الجزائر الدولي جرت أمس على مسافة 344 كم من مدينة الواحة الحمراء تيميمون باتجاه الغولية بمدينة المنيعة التابعة لولاية غردايا منها 23 كم كمسافة ربط على طريق معبد حيث تعتبر من بين أطول المراحل وتعتمد على الجانب التقني بالنظر إلى صعوبة المسلك الذي يشمل الكثبان الرملية الحادة صعوبة المسلك الرملي في المرحلة الخامسة أدى إلى انسحاب خمسة متنفسين بعد تعرضهم إلى حادث في عمق الصحراء منهم دراج على بعد بضع كيلومترات فقط من نقطة الانطلاقة ويتعلق الأمر بالدراج البرازيلي والدراج الجزائري موزاي لطفي والجزائري الآخر طويهر رفيق في صنفي الكواد حيث تلقيا الفحوصات المعمقة وغادر المستشفى سالمين معافين بالإضافة إلى الإسباني الفائز بالمرحلة الثانية ريفيرا فيكتور الذي تعرض إلى إصابة خطيرة دفعت به إلى الخروج من المنافسة ومغادرة أرض الوطن صبيحة اليوم وتمكن بطل العالم ثلاث مرات الإيطالي أليساندرو روزو من الفوز بالمرحلة الخامسة من تهدي الصحاري والثالث له منذ انطلاق الرالي محققا توقيتا قياسيا حيث يسير بخطة ثابتة لخلافة مواطنه الإيطالي باولو تشيتشي صاحب لقب الطبعة السابقة وهو الذي يستعد للمشاركة في رايز داكار هذا وواصل الجزائري فوضي العلاهم ومساعده توجناريني سيطر على الترتيب العام في فئة سيارات ربعية الدفعة وعينه صوب تدارك اللقب الذي ضاع منه في الطبعة الماضية بسبب العطبة اشتركوا في القناة